السلام عليكم وياكم هيثيم اليوم راح نحكي على حجم المحرك هذا الرقم الفوق المكتوب على الغطاء مالته او اللي يكتبونه الشون هذا واللي محشش عليه محركات الاثنين لتر اللي قاعد عليها بس للحليب والعصير يعني هل معقول هذا المحرك بش كبراته؟ حجمه لترين بس؟ تفاصيل اكثر؟ خليكم ويانا بالبداية خل نعرف شنو اجزاء المحرك طبعا راح اقول بالعراقي واقول بالانجليزي الفوق اللي هو الهيد او الكور الثاني البلوك او الطابوقة الجوة اللي هو كيس الدهن او الاويل بان تمام؟ هس اش راح نسوي احنا الفوق انطايرة الجوان طايرة نيجي على الوسط البلوك هذا الشي يصير يصير بداخله السلندر داخل السلندر اكو البستم اللي هو يتحرك يصعد وينزل بس شنو ما يتحرك ما يعبر هاي المسافة كليته فاقل النقطة يوصلها واعلى نقطة يوصلها المسافة بياناتهن الحجم بياناتهن هو حجم سلندر واحد في عدد السلندرات راح يطلعنه حجم المحرك هس احنا عرفنا شن اللي راح نقيسه حتى نعرف حجم المحرك بالبداية خلنعرف هي شنو وحدة قياس الحجم الوحدة هي المتر المكعب هسه مثلا التانكي تانكي الحديد هذا اللي صاير مكعب هذا قياسه واحد متر مكعب او الف لتر اللتر الواحد هو الف سيسي تمام ساحتة نتفق على هذا الشيء يعني المحرك اذا مكتوب عليه اثنين او مكتوب عليه الفين هو نفس الشيء هذا كاتب لك ياها باللتر هذا كاتبه بالسيسي هسه ليش اكو سيارات مكتوبة على الشام اللغ وكو اصلا ما يكتبوها شو هسه هايه والسايبة السايبة يحاول يخفي لك ياها بكل الصور ليش تصمون على جيفتهم ومحركاتهم التعبانة الزغيرة بينما هذا من باب التسويق والافتخار انه المحرك مالتنا كلش قوي كلش شبير مثل هو هذا المحرك او محركات الهيمي طبعا كل ما يزيد الرقم راح يزيد القوة الحصانية والعزم وراح يزيد صرف البانزين طبعا انا ما عندي فتش اوضح لكم به فاش راح نجيب هايه هايه نفس شكل السلندر بالضبط اللي هي اسطوانة دائرية وبيها طول تمام فاسته مثلا اذا قلنا نهاية لتر نجيب اربعة من عندها راح يصير عندنا اربعة لتر يصير عندنا محرك اربعة الاف او اربعة لتر يصير عندنا موستينج وهذا كان كل اللي عندي وشكرا هسرا اطلع لكم فيديوهات يتشيهنانة واتوا عليها فيمالا اشتركوا في القناة